تجري إلى أين لا أين الزمان جرى فالماء ما عاد عند النهر منتظرها عجل بصباحك يا مرور وقبلنا للثارات جنوب لجمالك تنتد الأعفاء والشوق إليك بغير حدود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية حياكم الله أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دولة المهدي سادتي الكرام سنكون وإياكم إن شاء الله وحلقة هذا اليوم للحديث حول مجموعة من المضامين المهدوية في هذه الدولة الإلهية نتمنى من الله العلي القدير أن نوفق في تقديمها لكم ابتداء سادتي الكرام اسمحوا لي أن أرحب أجمل ترحيب بضيف حلقة هذا اليوم والضيف الدائم في البرنامج سماحة الشيخ عقيل الحمدان الباحث بالتاريخ الإسلامي حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا حضرتك حياكم الله أستاذ نزار وحيا الله جميع المشاهدين الكرام كما قال الإمام الصادق لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر تظهروا اللهم أعجل وليك الفرج أمين يا رب العالم حياكم الله سمعت الشيخ يعني إذا مارتنا نتحدث عن هذه الدولة وحتى في الحلقات الماضية نتحدث عن التطور التطور الكبير والتطور الذي هو نتاج للعلم الذي ستتصل له البشرية في تلك الفترة فأحنا اليوم إذا مارتنا نتحدث عن العلوم في هذا القرن قرن الواحد والعشرين فلربما يصطلح عليه هو عصر التطور بالاتصالات عصر التواصل بين العالم بسهولة من خلال التطور في مجال الاتصالات حتى أصبح هناك مصداق لبعض الروايات السابقة بأن الإنسان يرى مثلا أخيه في مكان بعيد من خلال يده ففسر أنه الموضوع من خلال الهاتف اليوم والاتصال للفيديو وغيرها في دولة المهدي سواحة الشيخ كيف سيكون التطور العلمي في هذا المجال مجال الاتصالات على الرغم من التطور الكبير الذي وصل إليه العالم الآن وهل هناك ما روية من روايات أو أحاديث في هذا المجال أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الهاد الأمين محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المهدي روحي وارواح العالمين له الفتا تعلم أستاذ نزار نحن اليوم عندما نتكلم عن روايات أمتنا صلوات الله عليهم أجمعين نتكلم عن قاعدة بيانات إلهية الأمة عليهم السلام عرف عنهم أنهم مرتبطون بعلم الغيب الإلهي وبالتالي كانوا يتكلمون عن المغيبات ومن يراجع كلمات الأمة عليهم السلام وإشاراتهم المستقبلية يجد مقدار العلم الإلهي الكبير لديهم ويجد أيضا لديهم الاستشراف المستقبلي الغيبي الذي يستطيع بإلى أمة عليهم السلام أن يؤسسوا لكثير من القضايا التي ترتبط بدولة المهدي عليه السلام أنا أقرأ بعض الروايات في ذلك الواردة وأول رواية في ذلك هي ما نقل في مختصر بصائر الدرجات صفحة ميتين واحد أولا حول العلم في دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه فعن الصادق عليه السلام قال العلم سبعة وعشرين حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة وعشرين حرفا فيبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفا يعني احنا قلنا هذا الحرف ليس بمعنى حروف الأبجد مستوى أو أليف باتا نعم مستوى قل قفز علمية قل تطور علم هذا يثبت أن الإمام عليه السلام هذه العلوم بعد مو مثل اليوم المجامع العلمية الغربية كثير من الاكتشافات محتكرتها إلها محتكرتها لدولها وملفات لا تخرج إلا بعد خمسين سنة يرفع عنها السرية اكتشافات وتطورات وحروب بيولوجية وحروب مناخية حروب فضائية والتفاصيل المهدي عليه السلام هذه العلوم الإلهية التي تكون عنده يبثها الناس ويعلمها الناس فترتق البشرية ب 27 درجة من التطور العلمي الهائل يعني مفهوم احتكار العلوم الذي حاصل اليوم من براءات اختراع على سبيل المثال تحتكرها الشركات أو يحتكرها الشخص الذي يصل بالعلم إلى هذه الدرجة هذا المفهوم غير موجود في دولة البيان أبدا اليوم تدري أنت أبسط شيء نحن عشنا في أزمة كورونا كيف أن مجموعة من الشركات احتكرت اللقاح احتكرت اللقاح في العالم وربحت مليارات الدولارات بل وقتلت آلاف الناس لأن لم يصل إليهم ذلك اللقاح وهذا معمول به مولانا معمول به على مستوى التكنولوجيا على مستوى الطاقة على مستوى القضاءة البيولوجية على مستوى القضاءة حتى قضاءة المناخ اليوم هناك خبرات هناك أمور تنفع العالم لا تطرح إلا لنسبة معينة من الناس في خطبة أمير المؤمنين تسمى المخزون وهي خطبة طويلة قال أمير المؤمنين في وصف حياته في ظل المهدي عليه السلام في ظل دولته ويقذف في قلوب المؤمنين العلم المهدي عليه السلام يعني وحده من أعظم بركات دولة الإمام المهدي إنها دولة العلم الإلهي الذي سيقذف في قلوب الناس ويبث في الناس ويقذف في قلوب المؤمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من العلم فيومئذ تأويل هذه الآية يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما في رواية أخرى قال وتؤتون الحكم في زمانه حتى أن المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة رسوله إذن الانتشار المعرفي بث العلوم الإلهية من قبل الإمام المهدي سيصنع جيلا عالما متعلما متفقها جيلا متنورا يستطيح هذا الجيل أن يبني نفسه ومن ثم أن يبني مجتمع من المعاجز العلمية في دولة الإمام عليه السلام ما قاله الإمام الصادق بسبق علمي بإشارة علمية قبل أكثر من 1200 سنة قال إن المؤمن في زمن الإمام المهدي عليه السلام وهو في المشرقي ليرى أخاه الذي هو في المغرب هذه الإشارة وأنت أشرت قبل كم حلقة بيض الله واتشك قلت إنه هذه الاكتشافات قبل 100 سنة قد لا يصدقها الناس إذا ما قرأت هذه الروايات وفي رواية أخرى إن الله تعالى يمد بالأسماع والأبصار حتى لا يكون بين الإمام المهدي وبين شيعته بريد هسا الآن الله تعالى يمد بأبصارهم بأسماعهم بالوسائل أحسنتهم مرة عن طرق النظم الغيبية نظم الغيبية ومرة لا عن طريق لا تنفذون إلا بسلطان وهو سلطان العلم بالتالي أنا أعتقد أن التطور العلم الهائل والتسارع في التطور العلم الهائل في زمن دولة الإمام صلواته الله علي هو سيسعق الناس جيد سيتفاجأ الناس صراحة ما يعطى الآن من جرعات علمية من اكتشافات اليوم جنابك إذا اتابع حركة الاكتشافات وما تقوم به المختبرات مراكز الدراسات والأبحاث عن مستوى العالم أنا ثاب بعض المجلات العلمية قضايا مهولة أنا دائما أقول لهم إذا تردون ترون الاكتشافات الحديثة نعم ترون الخطط المستقبلية للغرب تابعوا أفلامهم سواء أفلام الخيال العلمي أو الأفلام الأخرى اللي هم مهدون بيها طبعا هذا مشكلة مشكلة بالتالي اليوم إحنا مثلا المسألة الانتقال عبر الزمن جيد مطروحة كثيرا بوابات الزمن صح تدخل بها تروح إلى زمن آخر وتستطيع أن تصل إلى المجرات فرد خضايا تطرح لا شيء مستحيل علميا اليوم أي واحد أنا من محترامي ما ندخل ببعض التافهين والجهل صح لا أنت اليوم نتروح للعلماء المتخصصين نعم في مجال الطاقة الفيزياء الكيمياء كذا قل لا يوجد شيء مستحيل علميا طبييا فيزيائيا يقول لا ما عدنا لما لأن العلم لا زال يتطور من جيد ومراكز الأبحاث والدراسات العالمية لا زالت تفكر وتكتشف وتبتكر من جيد وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا يمد في أسماعهم وأبصارهم لم يكن معجزة له صلوات الله عليه فيكون عن طريق مد هائل أنا قرأته لبعض المحققين يقول أصلا الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقلل الوسائط كثيرا شون يقلل الوسائط كثيرا بحيث أنه هاي اليوم التكنولوجيا اللي موجودة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه اللي من راح يستغل مثلا القضايا المرتبطة بالنانو مرتبطة بالاتصالات سيجعل هناك فتوحا عظيمة في هذا الشيء نعم وهو طبعا ما عليه من 27 درجة من العلم الإلهي التي تكون لدى المهدي سلام الله حليم أحسنتم سمعت الشيخ يعني جزئية على مستوى العلوم هذه المستويات اللي نتحدث عنها مستوى الأول أو الثاني اللي مثلتها أو اللي انذكرت بالأحادث كحرفين نعم هذه تشمل جميع العلوم يعني هذه اللي عند النصل طبعا موزعة على جميع المجالات قصد فيه هذا مجال الزراعة مجال الصناعة مجال التسليح مجال مجال الاتصالات وغيرها بكل المجالات الـ 25 حرف الآخر المتممة أيضا ستكون موزعة على جميع المجالات يعني جميع الحقول المعرفية والعلمية سيشملها هذا التطور في المجال العلمي طبعا أنت راح تجيك 27 قفز علمية نجي صور يعني اليوم إذا فرد دواء مكتشف لإلاج مرض معين نعم ويجرى عليه 27 عملية اختبار ناجحة متطورة شو نريد يصير بي مثلا نجي لاحظ نصف الشفاء العالي اللي راح تصير اليوم عندك جهاز اتصالات تجرى عليه 27 تحديث أو قل ينزلون من عنده 27 جيل شو نريد يصير بي مثلا حضر مع لاقب بنظر الاعتبار سمعت الشيخي يعني جزئية صغيرة آسف للمقاطعة جزئية أنه التطور في الحرفين الذين الذين لدى البشرية الآن لم ينتهي أحسنتم لا لا مستمر التطور في هذا بهذا المستوين هو مستمر أحسنتم يعني لم يتوقف بلحاظ بلحاظ انه اليوم من خل نقول احنا قربنا الجيل ترى فكرة من اليوم عندك جهاز ويصدرون من عنده في سنة واحدة ينزلون فرد 27 تطور من الأجيال نعم يعني إذا هو كان مثلا بتجيلي الأول رح ينزل الجيل 27 ومو بعقل بشري بسيط بعقل الإمام المهدي ومراكز أبحاثه العالمية من جيد المرتبطة بعلم الله عز وجل ما الذي يجري بحظني ما الذي سيجري لحظتها أنا ما رد أقول دولة أحلام لا مو دولة أحلام لا يا دولة الأنبياء من جيد هذا الشغل الأنبياء شغل الإمام المهدي عز وجل الذي يحقق علمه ولذلك إحنا إياه فكرة البرنامج إنه مو نعيش فقط الحلم لا جيد إحنا نعيش الحقيقة التي ستكون بالتالي ننشئ جيلا مستعدا للتمهيد لدولته مستعدا لاحتضان مشروعة جيل يؤمن بالقيادة المعصومة الربانية اللي هاي راح ترد على كل واحد مدعي من يقول لك الدين وحاشاه سبب تخلف الشعوب الدين وحاشاه أفيون الشعوب الدين هو الذي دمر البشرية كما يزعمون المهدي صلواته الله وسلامه سيئول الناس عظمة الدين بالضبط إذا ما إجا قائد الدين نعم كيف يحكم العالم هذا الذي يطرعه صلواته الله سماعت الشيخ يعني احنا تحدثنا في الحلقات الماضية عن موضوع مهم جدا بأنه الجانب العجازي إن كان في دولة إمام المهدي فوله مساحة إنما الإمام المهدي أخذ بالأسباب الطبيعية الأسباب الطبيعية وثبتنا هذا الموضوع طبعا أدما ندخل في مجال اليوم التطور في مجال الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والتسليح وغيرها الجميع يتفق بأن الخطوة الأولى لهذا التطور بدأت في الثورة الصناعية في فرنسا في أوروبا ولي حد هذا اليوم يعني اليوم نتاج ما نشاهده في هذا الوقت هو نتاج الثورة الصناعية وابتكار المكان ودخول المكننة في الإنتاج تمام؟ وهذا وقت طويل من القرن التسعة عشر ولي حد هذه اللحظة وقت طويل نتحدث عن هذه العلوم وهذه المعرفة مع الأخذ بالأسباب الطبيعية فبالتالي هناك إشكالية تتعلق بالزمن زمن دولة المهدي سلام الله كيف سيحقق هذا الموضوع وجزئية امتداد الزمن في هذه الدولة هل هي التي ستعطي الإجابات عن موضوعة انتشار هذا العلوم بهذا الزمن القصير مع الأخذ بنظر إلى الاعتبار أنه يعني قرون احتاج العالم حتى يتطور إلى هذه المرحلة أحسنتم أستاذ نزار خلي نقرحنا أولا الروايات أو نشوف مفردة امتداد الزمان في دولته فكرة امتداد الزمان في دولته مو فقط مروية في مصادر مدرسة أهل البيت جيد بل وردت حتى في مصادر علماء أهل السنة حوله أن هناك ظاهرة فلكية تتعلق بدولة الإمام المهدي ألا وهي ظاهرة امتداد الزمن خلي نقرأ الروايات وأكو بعض التعليق أيضا أنقله ونحاول أنه ونتناقش في المسألة أيضا كقضية علمية ابن صباغ المالكي هذا السني في كتابه الفصول المهمة عن أبي عبد الله قال كم يملك القائم قال سبع سنين تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من سنيه بمقدار عشر سنين من سنيكم فتكون سنية بمقدار سبعين سنة من سنيكم هذا فصول المهمة صفحة 284 طبعة الغري في النجف جاي في كتاب إسعاف الراغمين للصبان وهو أيضا من علماء السنة المصريين وإن السنة من سني المهدي تكون مقدار عشر سنين والأنبالي أيضا في جالية الكدر عن أبي جعفر قال فيمكتوا على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذا طيب إذن أكو إشارة أن السنين تمتد السنة الواحدة ستعادل عشر سنين من سنواتنا فبالتالي السبعة هي سبعين طبعا إذن إحنا كيف نفهم ذلك أنا ذكرت في كتابنا من ملامح دولة الإمام المهدي تقريبا ثلاثة أجوة أربعة أجوة الجواب الأول أنه قد يكون مقدار عشر سنين من سنيكم أن السنة الواحدة عند المهدي تعادل عشر سنوات من التقدم العلمي والسياسي والرخاء والأمن والاقتصاد المتين وإيجاد أسباب الراحة والأطمئنان في كل العالم جاي يعني هنا ناظر الرواية إلى الإنجاز يعني أنت اللي تنجزه في عشر سنين كم ينجزه المهدي بسنة بسنة واحد هذا رأيي في الإنجاز وهذا يعتقد ينتسجم مع مفهوم عصر السرعة اليوم نتحدث عن عصر السرعة والقفزات السريعة يعني العالم أخذ تقريبا سبعين سنة حتى ينتقل أو خمسين سنة من الاتصال السلكي إلى الاتصال اللاسلكي لكن ما بعد الاتصال اللاسلكي السنوات بدأت تتسارع بحيث دخل مثلا الاتصال الهاتفي المرئي وغيرها فهل مفهوم عصر السرعة اليوم ينطبق مع هذا الحديث طبعا اليوم جنابك الاكتشافات العلمية قاعد تختصر لي الزمن اكتشافات العلمية تختصر لي الجهد الاكتشافات العلمية تقلل حتى مستويات الانفاق الاقتصادي وهذا الذي تراه انت يعني قديما وتراه حديث هذا رأيه الثاني الاطروح الثانية كيف تمتد السنين من جاي حدوث تغيرات فلكية تؤثر على طبيعة الليل والنهار في الارض خلنقر حديث الامام الصادق عليه السلام اللي نقل المالكي في الملحمة صفحة 122 قال عن جعفر الصادق رضي الله عنه كما يقول هو فيمكث اي المهدي عليه السلام على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله قلت له جعلت في ذاك فكيف تطول السنين السنين كيف تطول نعم قال يأمر الله تعالى الفلكة بالثبوت وقلة الحركة فتطول لذلك الأيام والسنون جيب جيب احنا اشرنا في الحلقة الماضية قلت يا ليت ويا امنيتنا انه الاحبة الذين يتخصصون في علوم الفلك في علوم الفيزياء يدرسون هذه الروايات دراسة علمية ما من صادق من يقول لي ان الله تعالى يأمر الفلك بالثبوت وقلة الحركة يعني يأمر الكون بقلة الحركة الآن كل بيد الله مؤمنين حت الآن علميا علميا هل يمكن ان تبطئ حركة الافلاك بسبب معين فلكي بسبب فلنقل جرم اكبر بسبب نظام جذب اكبر احنا اخوة ما متخصصين اليوم هذه الحركة يمكن ان تبطئ تتباطئ الحركة هسا يقولون مثلا ان الكرة الارضية تدور حول نفسها كذا في اليوم جاي يمكن ان يقل هذا العدد في الدوران هسا علميا ممكن بس ما الذي سيحدث الالية ما نتحدث عن الالية كيف سيكون هذا الموضوع نعم لكن السؤال هو ممكن او غير ممكن هو ممكن لا ممكن عزيزي ممكن لا شيء مستحيل في العلم نجي تحدث هذه الاشياء الآن الامام الصادق يتكلم لي عن كيف تمتد السنوات في زمن المهدي نعم الاطروحة الثانية ان الله تعالى يأمر الكون بان تبطئ حركة الافلاك والمجرات والكواكم والتفاصيل وهذه فيما بعد ستؤثر على الليل والنهار وتؤثر على حركة الارض وتؤثر على صناعة الوقت وبالتالي تكون السنة من سنين المهدي كعشر سنوات من سنواتنا كعشر سنين انا مرات اقرأ في التقارير الفلكية انه مثلا السنة في نبتون او اورانوس تعادل ربما كذا السحنة مون مثلا الآن السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم او ثلاثمائة وستة وستين يوم في كوكب معين السنة قد تعادل الفين يوم فاليوم ما الذي جعل السنة في تلك ذلك الكوكب وهذا اكو شغل الهي في المسألة جيد فغير مستفع الطروحة الثالث جيد عقفا قبل ان نروح للطروحة الثالثة سماحت الشيخ نحن مأمورون من من امتنا بالحديث مع الناس على قدر عقولهم بل فبالتالي يعني قود الامام قبل قليل اللي ذكرته بانه سيكون تغير بالحواكب وحركة الافلاث وبالتالي هل هو حديث ممكن ان نذهب بهذا الاتجاه على قدر علم الناس في ذلك الوقت انه هو الامام مثلا يعلم بان هناك القبزات النوعية هذه يعني تسارع تسارع في العلم مثل ما ذكرت حضرتك كرأي هذه يعني عصر السرعة نعم فما تحدث المعصوم عن هذا الموضوع هو من باب تقريب الصورة على قدر فهم الناس ممكن ان يكون الرأي بهذا الاتجاه لا اشكال في ذلك بس هو ترى الكلام محمول على الحقيقة ببضل لانه يقول ان الله تعالى يأمر الفلك بانه يبطئ من حركته اذا هو يتكلم عن مفهوم علمي جاي اتى بلفظ انظمة فلكية نعم واتى بلفظ ثبوت وقلة حركة بعد قال فتطول لذلك الايام والسنون اذا اكو ثبوت هل ممكن علميا ممكن يتحقق اليوم المختصين قلت لك لازم يدلونه بذلوين ثبوت وقلة حركة هذا الثبوت وقلة الحركة ما الذي سينشيه فتطول السنين والاعوام في ذلك تطول الايام والاعوام فهي مسألة الرأي الثالث انه من معاجزه عليه السلام ويؤيده قول الامام الصادق سلام الله عليه عندما سئله قال له له ان الافلاك اذا تغيرت فسلت او الفلك اليوم اذا تغير النظام الفلكي يفسد انت شون تقول ان في زمن المهدي صلوات الله عليه ان الله تعالى يأمره بالثبوت وقلة الحركة فتطول الايام والسنوات هذا السائل يسألة فقال الامام الصادق ذلك قول الزنادق بانه اليوم اذا تغير النظام الكون يفسد هذا قول الزنادق لماذا؟ قال وقد شق الله القمر لنبيه عليه السلام لن يفسد لم يفسد شق القمر النصفين نصف في مكة ونصف في الطائف وكو تقارير علمية بإمكان واحد يتابعها على منصة اليوتيوب حول اثر الموجود الآن في القمر الاثر الاخدود الموجود الذي يثبت ان القمر قد شق عن عقيدة نبيه وقد شق الله القمر النبيه عليه السلام ورد الشمس من قبل ليوشع بن نون واخبر بطول يوم القيامة وانه كالف سنة مما تعدون نعم فاذن اكو اعجاز امام الصادق يتكلم مثلما شق القمر للنبي صلى الله عليه وآله ردت الشمس ليوشع ردت الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه ولم تفسد حركة الافلاك الشمس غابت وامير المؤمنين ارجعها كما نقل الشيخ سيوطي من علماء اهل السنة الشافعي في كتابه كشف اللبس عن حديث ارجاع الشمس نعم يثبت بالادلة وبطرق المعتبرة ان الشمس ارجعت لأمير المؤمنين اقل شيء مرتين فلم يفسد النظام الفلكي عندما علي عليه السلام حبس الشمس وارجعها الى وقت العصر ثم ردت الى المغرب فلم يفسد النظام العلامة القدوس الحنفي في كتابه سنن الهدى صفحة 474 قال ما اخبر به الصادق المصدق صلى الله عليه وآله من ان السنة تكون كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وذلك وذلك في زمن قروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيبسط العدل وكمال البذل نعم الآن يقول ان هناك تغيرات على مستوى النظام الافلاكي والزمان فهناك سرعة وهناك بطء كما يقول هذا الحديث الرأي الرابع ان معنى الحديث ان السنة كعشر سنين نعم يقول ما ذكر من سنة اجتماعية لقضية العدل فمتى عدل السلطان او الحاكم تطول الايام بينما في وقت الظلم يقصر سير الزمان جيد وهذا ممكن اللاحظة اي شخص احسن أستاذ نزار انا من تسألني الى اي شيء انتميل نعم من هذه الروايات اي انا اميل صراحة اميله الى الرأي الاول والثاني بشكل كبير نجي باعتبار ان اولا اكون نسب انجاز هائلة يعني التطور العلمي اي وان الله عز وجل يغير في منظومة الفلك احسنت او وهذا حتى التغيير في منظومتي ان الفلكة والافلاكة تثبت تبطئ الحركة ايضا هذا جزء من التطور العلمي في زمن دولة الامام صلوات الله عليه جزء من التطور العلمي لديه انه صلوات الله وسلامه عليه يستطيع باذن الله تعالى لان الله يسخر له الاسباب ان يتحكم بكثير من القضايا المرتبطة بالانظمة الكونية وهذا مولانا ما مستبعت ابدا لما اعطاه الله من كرامه للمهدي صلوات الله عليه وايضا قد تكون ايضا معجزة له في داره فلا اشكال في ذلك وهناك شواهد كثيرة حول الفلك ممكن واحد يسويقها بالحديث لكن للأسف وقت الجزء الأول من حلقة هذا اليوم انتهى سماحتي شيخ لاتبلي فاصل قصير بعد الفاصل نكمل حلقة هذا اليوم من دولة الامت شكرا أن تزياري حضرتك سادثي الكرام لاتبلي فاصل قصير بعد الفاصل نكمل حلقة هذا اليوم فابقوا معنا حياكم الله سادثي الكرام مرة أخرى نتواصل وإياكم وحلقة هذا اليوم من برنامج دولة المهدي سادثي الكرام نتواصل وإياكم والحديث حول دولة المهدي والمواضيع التي تحدثنا عنها نكملها إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم مرة أخرى أراخب أجمل ترحيب بضيف حلقة هذا اليوم من ضيف الدام سماحتي الشيخ حكرا الحمداني حياكم الله سماحتي الشيخ الله يفضيكم العافية سماحتي الشيخ يعني ذكرنا قبل الفاصل أو تحدثنا عن موضوعة أن العلوم التي سيصلها تصلها البشرية في ظل دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى البشرية تعاني من أزمة كبيرة ألا وهي أزمة المياه حتى أن بعض من يتحدثون في الجانب السياسي والمتوقع مستقبلا يقال بأن الحروب مستقبلا ستكون نتيجة المياه وربما العراق هو أبسط مثال يعني بلد الخير بالمياه اليوم يعاني من شحة ويعني هي شحة موجودة من التسعينات تقريبا بدأت ورحة هذه اللحظة هذه الأزمة في دولة اليوم المهدي كيف سيتم التعاطي معها هل هناك إشارات على أنه بما أنه تحدث عن خيرات كثيرة بالتالي المياه كيف سيتم استثمارها وما هي الروايات التي تحدثت عن هذا الصدق أحسنتم أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل وليك الفرج نعم يا رب العالم طبعا السياسات الحكيمة التي يأتي بها الإمام سلام الله عليه ستعالج كل الأزمات نحن نشوف الإمام مهدي صلوات الله عليه صح تسخر له الأسباب والله تعالى يمطر السماء له وتخرج الأرض بركاته خيراته لكن مع ذلك هناك تخطيط حكيم جيد المشكلة اليوم حتى اليوم نترجع إلى المنظمات العالمية المتخصصة بمسألة المياه العذبة تجد أن المشكلة لا تكمن في أن المياه لا تكفي للبشر بس المشكلة تكمن في هدر الماء وسوء استغلال الموارد المائية وتحكم السلطات يعني دول المنبع أحسنتهم بمصادر المياه وتشوف أنت اليوم يعني أنت أشرت إلى مفردة أكو حروب تتعلق بالمياه حروب أقليمي متوقع لا تستقعد اليوم هذا قضية سد النهضة اللي أثيوبيا ومصر أثيوبيا مصر السودان صح هذا مستقبلا يشكل خطرا وكاد أن يؤدي إلى حرف إلا هناك قوة نعم مستقبل المياه في العراق إذا لم تعالج بصورة حكيمة وكيف أن الجانب التركي يستحوذ على أغلب الماء الطامة هنا نتكمل أستاذ نزار الشيء بالشيء يذكر يذكر يعني قبل مدة شهرة أو أكثر أناقش بعض الأحبة قال والله أنت يعني لم تستقبلون الزوار الإيرانيين في كربلا قلت لعم أولا دولة ضيوف الحسين صلوات قال لامو دولة هم مانعين الماء عن العراق قلت لعزيزي أنت دارس في جغرافيا الأنهار في العراق ما عندنا الرافدين العظيمين في العراق ما ينبع ما ينبعان من إيران مو دفاعا عن إيران منابعهم واضحة هل سأكون روافد قد تأتي من الدولة الجارة وسدت بس هذا المفروض أنت مو تتكلم مع هؤلاء أنت اذهب إلى منابع الماء منابع الفرات ودجلة لما الآن الحكومة التركية سأخذ الحصة الأعظم وتطلق كميات ضئيلة جدا ضئيلة جدا إلى العراق هذا أخوه إذا بقى بدون إدارة وسياسات حكيمة سيشكل خطراته دعنا نقرأ بعض الروايات في ذلك نعم في دولته سيحل الإمام عليه السلام أزمة المياه العالمية ففي حديث حذيفة عنه صلى الله عليه وآله يتكلم عن دولة المهدي قال وتزيد المياه في دولته شوفوا يتكلم عن دولة نبي صلى الله عليه وآله وتمر الأنهار وتضاعف الأرض أكلها كما في عقد الدرر في أخبار المنتظر للشافعي صفحة 147 وفي رواية أخرى ويملأ الأنهار المهدي صلى الله عليه هو مو فقط المهدي في دهروح كما قالت الرواية سيزيد المياه ويمرر لا سيملأ الأنهار وفي رواية كما في ننابيع المودة صفحة 467 وتجري به الأنهار أي تزداد معها هذه السياسات الإروائية السياسات التي يأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إضافة إلى المخزون الهائل الذي سيأتي من السماء حتى في رواياتنا إن في سنة الظهور تكون سنة غيداقة أي يكثر فيها الأمطار حتى إنه في بعض النصوص تقول حتى إن أزقة الكوفة تمتلئ بالماء بعد لا نغفل دور المياه الجوفي وكيف إن المهدي عندما تخرج الأرض له فلذات أكباته تخرج الأرض له كنوزه أنا ما أعتقد إن كنزا أهم من الماء أبدا لا تتصور مثلا اليوم هذا الفضة أو الذهب أو الألماس الذي يخرج من باطن الأرض لا أنا أعتقد إن الماء أيضا من فلذات الأكبات التي تخرجها الأرض فالأساس قائم أستاذ نزار على السياسة الحكيمة في إدارة منف المياه وبالتالي هذه الإدارة الحكيمة ستنعكس على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية بخاء الاقتصادي وستنعكس على التوزيع العادل لموارد الماء وبالتالي إنه اليوم تدني أنت الماء عصب الحياة على مستوى ليس فقط الزراع لا اليوم على مستوى كثير من القضايا التي يدخل الماء في 20, 50, 70, 90% من الصناعات الموجودة فهذا أيضا له ثقله وبالتالي هي موضوعة حبس المياه من قبل بلدان المنبع مثل ما ذكرت حضرتك هي مشكلة ممكن حالها بالإطلاقات بالتالي إذا كانت الحكومة واحدة بالعالم ومسيطرة فتنظر إلى المصلحة مصلحة جميع الدول بعين واحدة لا تحبس المياه عن دولة أخرى بالتالي كل الأقاليم التابعة لها أو الأمصار ذا نسميها كلها سيعطيها الإمام من الماء سمحت شيخي أنا بود أن أعود إلى محور مهم جدا تحدثنا عنه قبل قليل موضوعة الكواكب موضوعة المجرات مثل ما ننظر لها بموضوعة حركتها وذكرتم قضية الخيال العلمي اللي دائما ما ينوه إلى جزئية التواصل مع الكواكب الأخرى إلى العوالم الأخرى التواصل مع مخلوقات في تلك الكواكب يتحدث من باب خيال علمي لم يثبت شيء هل في دولة الإمام المهدي هناك إشارات إلى موضوعة التواصل هناك إشارات إلى أنه سينفتح سكان الأرض على سكان مثلا في مواكن أخرى في كواكب أخرى وكيف سيكون ذلك التواصل إن فعلا هناك إشارات بهذا الموضوع أعسنتم أستاذ نزال طبعا هناك روايات نقراه هم عندي تعليق يكون أعلقها حوله هذا الأمر من ضمن تلك الروايات ما قاله الإمام سلام الله علي الباقر في كتاب الإختصاص للشيخ المفيد وهو يتكلم عن ذي القرنين قال أما إن ذي القرنين خير السحابتين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب فقلت وما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد وصائقة وبرق وصاحبكم يركبه أما إنه سيركب السحاب سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أو ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين السبع خمس عوامر وإثناتان وإثناتان خرابان لحظة هذه الرواية إن حملت على المجاز أن المهدي يركب السحاب اللي بصوائق وبرق وراعد فيركبه المهدي صلوات الله عليه سيركب وسيلة تعلو السحاب مثل الآن موجودة طائرات بأبسط تقريب إلها يعني ويرقى في الأسباب أسباب السماوات والأرض إنه سينفتح على السماوات والأرض اللي خمس عوامر واثنين خراب فيصلها صلوات الله عليه ويرقاها باسمه في تفسير قول الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر قال ينزل المهدي في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل سبع قباب من النور إذن رواية تتكلم عن تقدم علمي وتكنولوجي في زمن دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه وينفتح لذلك زين خلي شوي أتوقف عند هذه المفردة نعم أستاذ نزار إحنا اليوم كل أو كل إنسان يتابع الأخبار الفلكية اللي موجودة وكالات الموجودة على مستوى العالم وكالات الفضاء تجد أكو اهتمام هائل بما بإشارات اللي قاعدت تجي من الكواكب الأخرى قبل أيام تابع تقرير علمي قول حصلنا فرد إشارة عمر هكذا وصلتنا من كوكب بعيد وحددنا بعده وتفاصيل جاي زين أنت من تشوف العالم هو متوجه علمي الفكرة اللي انطرحت أيام الثمانية والسبعينات مسألة حرب النجو حرب الفضاء شوف العالم قاعدين عشرات مئات الموظفين يتنصتون يحاولون تجي فلت إشارة معينة يقروها جاي إشارة أساها صادرة من كويكب من كوكب صادرة من جرم سماوي صادرة من مخلوق حي في ذلك الزمن وإحنا روايات أهل البيت صلوات الله عليهم تتكلم عن وجود حياة في الكواكب الأخرى أن الله تعالى خلق ألف آدم وآدم وهناك سبعون ألف آدم غير آدم أحسنت أحسنت إذن هو يتكلم عن وجود عوالم وجود مخلوقات وجود ما يشبه البشر وجود أحياء زين أنت اليوم من تتكلم عن هاي الفكرة وقاعد تنفق مليارات الدولارات من أجل التعرف على تلك الذبذب الواردة أو المسج الواصل من الفضاء ويترجمونه زين ليش من تأتي وتقول أن دولة المهدي ستنفتح على أنظمة الفلك الأنظمة الكونية والمجرات والكوان صير الاعتراض المهدي صلوات الله عنه لا يهدم العلم يهدم العلم الذي يستخدم في أذية البشر في قتل البشر في انتهاك حرمة البشر في استعباد البشر أما العلم الذي يرتقي بالإنسان وفر للرفاه والاقتصاد وفر للهدود المعرفة ينتشر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها هذه أيضا فسرت بالإمام المهدي عليه السلام كل السماوات والأرض هذه السماوات مجرات كلها ستدخل في دين الإسلام فحتمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سينفتحه على تلك العوالب نجي فأنت للوكالات الفضائية ترضى بأن تنفق مليارات الدولارات في سباق التسلح الفضائي وغيرها ومن تتكلم عن أن الإمام المهدي ينفتحه إلى يرقى في أسباب السماوات والأرض تبدأ الاعتراض لا لا للأسف ماكو أنصف نجي يعني هي حتى تكون واضحة يعني مثل ما ذكرت خضرتك سماوات الشيء وكلامك يعني قمة بالوضوح لكن إضافة بأنه مثل ما يتقبل الإنسان بأنه هناك وكالة يسمى وكالة ناس على سبيل المثال وهذه الوكالة تتواصل وتستقبل إشارات والإشارات في بعض الأحيان يقولون أن المخلوقات الأخرى هي تريد تتواصل هي تريد تتواصل وتبحث هذه الإشارات أفترض أن هناك أيضاً وكالة إسلامية وكالة هي تبحث وتتواصل ويشده ضير يعني أنت تتقبل هذه الفكرة بهذا الاتجاه وترفضها بهذا الاتجاه يعني حقيقة يثير علامات استفعان كثيرة مولانا يعني ملف سحون الطائرة نقريد فيه كثير من الدراسات جيد أيام الحرب الباردة بين المعسكرين ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى لوحة السعيد بين المعسكر السوفيتي والغربي اعتقدوا أنه هذا جزء من أنظمة التسلح السوفيتي من جيد بس المشكلة الآن هاي العالم الآخر اللي يريد يثبت وجوده يعني سجلوا آلاف المشاهدات اللي من عندها مئات المشاهدات المرئية لهذا الشيء خلو هذا مثل ما قال الإمام يثبت أن هناك مخلوقات أخرى موجودة في هذا أنت لا تعيش فيه زمان أو لا تعيش فيه كون أنت فيه وحدك نجيد مثل ما نتحدث عن الاتصالات مع عوالم أخرى لدينا اتصال من أخي أبو جعفر من بابل نستمع إلىه ثم نستمع إلى تساله ثم نكمل حلقة هذا الوقت حياك الله يا أبو جعفر تفضله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعشيخ الكريم إن شاء الله جعلنا لكم من أصال حجة علي السلام عمي يا رب العالمي تفضل الله تلمك بسؤال كم يملك وكم سنة يحكم الماء المهدي على السلام في الدولة جاي ان شاء الله وهل يجب عليهم السلام لهم رجعة حكم المهدي هل لهم لا رجعة جاي عندك سؤال آخر لا بزن السؤال إن شاء الله جاي الآن إن شاء الله تستمع لهذه التساؤلات الله شكرا 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 إليك يا أبو جعفر هل نجاوى أبو جعفر أننا وقت نفصل عدتنا يعني إحنا السؤال السؤال الأول أعتقد إحنا جاوده بي بس نرجع نجاوه نجاوه إن شاء الله إي بس مضاعة العودة أي تحياتنا لك يا أبو جعفر طبعا إحنا إن شاء الله سنفصل إحنا في عقيدتنا لا نؤمن بما قاله أهل السنة بأن المهدي أكم خمس سنين لا لأنه تدري دولة عالمية نجاوه إحنا ما ورد في دعاء الفرج وتمتعه فيها طويلة طويلة ما ورد في روايات أهل البيت إن مدة حكمة فقط هو دولة حكمة هو من غير الذين سيعكمون من بعده من خلفاء نجاوه فقط حكمة كعدة أصحاب الكهف ثلاثمائة وتسعة سنة إذا ضفنا لهم قضية أن تمد السنوات نجاوه إنه السنة في حكمه كعشر سنين في صح إذا ضربت ثلاثمائة وتسعة في عشرة لحظ فسيحكم آلاف السنوات صلوات الله وسلامه أما قضية الرجعة في عقيدتنا مؤمنون برجعتكم نحن نؤمن بالرجعة إجمالا من جاي جزء من عقيدتنا إحنا أتباع أهل البيت نؤمن برجعة الأئمة سلام الله عليه إلى الدنيا النبي وأهل البيت سيرجعون لكن كتفاصيل تحتاج إلى تفاصيل كثيرة دولة المهدي وحدة من معالمها دولة الرجعة ستظهر عظم منزلة حكم الأئمة صلوات الله عليه وعدنا روايات أن حتى مولانا سيد الشهداء في داروح الحسين الذي نحن بجواره أيضا سيعود إلى الدنيا وفق الرجعة الروايات الموجودة أدنى بس قلت لك نؤمن بها أجمالا والتفاصيل بعد يتكفل بها علماء الدين أكد وإذا ما نتحدث عن هذا الموضوع مثل ما ذكرتم سمعت الشيخ لتفصيلات كثيرة إن شاء الله نعيد الأخ أبو جعفر وأيضا السادة المشاهدين الكرام في الحلقات القادمة نحاول أن نجمل بعض الأمور بهذا الجانب سمعت الشيخ يعني جزئية الدولة بمفهومها الحديث الجغرافية فبالتالي نحن أتحدث عن دولة عالمية هل هناك وهذا أيضا سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون في بداية الجزء الثاني من الحلقة القادمة لكن بإشارة سريعة هل هناك مساحات جغرافية من الأرض لا تشمل بحكم دولة نوام المهدي وبالتالي كيف ممكن أن نتصور الخريطة الجغرافية لدولة أحسنتم أستاذ نزار عندنا وقت عندنا دقيقة أنا بس نأخذ المعالم نوجز نجز نجز حتى نوهد للحلقة القادمة طبعا من حديث النبي الأكرم الذي روح في مصادر الفريقين إنه ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا إنه لا حدود جغرافية لدولة المهدي من جيد حكمه الكرة الأرضية بأجمعها من غير انفتاحها إلى بقية الكواكب والأفلاك والأنظمة الكونية نجي انفتاحها للتواصل انفتاحها للحكم لا لا انفتاحها للتواصل وطبعا للحكم أيضا فحكمه الكرة الأرضية في رواية إنه يملك المشرق الأرض ومغربها مما يدل إن جغرافيا دولة الإمام مهدي عليه السلام مو عاصمته الكوفة وصلاته وصلات الجمعة في كربلا لا عاصمته صح الكوفة لكن كل المساحة الجغرافية هي الكرة الأرضية نجي نجي فالكرة الأرضية هي حكم المهدي وسلام الله سابقا تحدثنا في برامج سابقة بأن ما نقول الكوفة نقصد فيها العراق طبعا في زبد الإمام المهدي عندما نقول الكوفة نقصد فيها العراق نقصد فيها العراق بس هو يحكم في الكوفة في الكوفة لكن كمفهوم كمفهوم العراق عندما نقول عاصمة الإمام المهدي الكوفة فنقول عاصمة إمام المهدي العراق عاصمته الكوفة وكربلا لأنه سيبني مسجد الجمعة العالمي أول باب في الكوفة وآخر باب عند الحسين هذا المسجد الذي فيه ألف باب نتمنى إن شاء الله أن نكون من من يشاهد ويعاصر هذه الدولة عظيمة سمعت الشيخ عقيمة رحمدان الباحث بالتاريخ الأسلامي وضيف البرنامج الدائم شكرا جزيلا لحضرتكم حياكم الله اللهم بمحمد وآل محمد أن تعجل لإمامنا الفرج وأن تجعلنا من المتعاونين لبناء دولتهم آمين يا رب العالمين سادتي الكرامة شكر موصول لكم لحسن الأصغاري ولمتابع نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قابلة من دولة المهدي إلى ذلك الحين هذه تحياتي أنا نزارة ستخان وتحيات كادر العمل في أمان الله